كما شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مرسم التوقيع على اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة الرياح الجديدة بمنطقة خليج السويس بقدرة 500 ميجاوات وباستثمارات تبلغ 680 مليون دولار المشروع يعد أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في مصر وإفريقيا وذلك بين تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح ومجموعة من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية كما يعد المشروع الأول للقطع الخاص الذي يتم تمويله ضمن المنصة الوطنية لبرنامج نوفي